لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة قوي ان الانسان لو استسلم الفكرة الجوع ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب بس إيه اللي حصل لو فأ وسابه من فكرة الجوع دي ويتوب الله على من تاب وانا عندي معنى ده ان الانسان يملأ عينه التراب لما يعرف حياته وحياتك ان انت مش جعان انت عندك احتياج والاحتياجه ليس نقصا فبلاش فكرة الجوع دي الحاجة التانية ان الانسان ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب انه يرجع ويغبس نفسه في أرض مولاه عشان ينبت فلما يغبس نفسه في أرض مولاه يتجل الله عليه بأنه الولي فإيه اللي يحصل فيرى ان حياته يتولاها الله الله وليه الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور فيخرجوا فلازم نفهم ان مش في مقابلة الجوع الشبع ولكن في مقابلة الجوع يا سادة هي الكفاية الربانية فأنت وقع لك الكفاية من الله من أول كلام حضرة النبي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها إلا حاصل لغاية ما نسمع كلام حضرة النبي لو أن إنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت لكل واحد منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضرع في اليمن فليه بقى الجوع العاطف اللي بيحصل لنا ده نفسك الأمارة بالسوق بقى بتؤمن لك إيه بقى هي اللي خلقت هذا الجوع وهو ده اللي خلقت بقى النفس يقوله إن الجوع ده تشعور فإذا جعت عاطفيا رأيت نفسك مستحقا والناس كلهم مدينين ليك ما حدش وقف جنبي أنا ليه حق على الناس كلها وتحس بكأنك تحولت إلى وحش عايز تلتهم الناس لأن أنت جعان طب وأثار هذه الجوع إيه اللي يحصل يكتر بقى فيك التوجع والتصدع والفزع والجزع يكتر بقى حياتك كلها تتملي غم وهم لأن أنت جعان ومش تلاقي حاجة تسد جوعك فجوعك إلى الحنان والأمان والاستقرار كل جوع عبارة عن أكاذيب وأموهم هي النفس اللي خلتك تؤمن بيها ليه طيب أليس الله بكافر عبده يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش هيكفيك الجوع بتاعك ده يا سادة الناس اللي فهمت ده إيه اللي حصل الجوع ما خلهمش يلجأوا للإحتواء البديل في ناس كتير الجوع خلهم يلجأوا للإحتواء البديل وناس لجأت للخيانة فالنفس الأمارة بسوق مش هتسيبك غير لو تستخدم ورقة الجوع دي عشان تخليك تعمل كل الحماقات وعشان كده أنا ما شفتش خيانة إلا من جوع وما شفتش جشع إلا من جوع فالنصابين والمرتشين أول حاجة بيشعروا بيها بيشعروا إن هم جعانين جايع إن هو يبقى عنده أموال من غير ما أحلى الله وجائع للدنيا وعشان كده بيحاول ينصب عن الناس عشان يبقى في المكان اللي هو جعان إن هو يكون موجود فيها على فكرة الجوع ده بيظهر قوي والجوع ده بيمده بالطاقة أربع حاجات أول حاجة المقارنة لما تقعد تقارن نفسك بالآخرين هتجوع وذلك ربنا أمر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ولا تمدن عينيك ما تمدش عينك ليه؟ المقارنة دي يا سيدي تخليك تجوه أن انت تأكل من طبق أخيك فيه اللي يحصل؟ يجي بعد كده المصيبة التانية الصراع بقى لما تقارن تيجي بقى الصراع فتتسارع والصراع يخليك جعان أيو حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه جوه جوه جع فأكل لحم أخيه ميتا وبعد كده اللي يحصل فعندنا الصداع اللوم فتظلت لوم الناس عشان انت جاء وتظل إيه بعد كده؟ مع اللوم كمان تظل كمان تشتكي كل ده بيزود الجوع وإزايك أنت لازم تحاول تتخلص من كل أثار الجوع ده إزاي بقى نقدر نتخلص من كل أثار الجوع ده؟ لأن الجوع ده على فكرة فلسفة ناس كتيرة بتعيشها في الحياة أقول لكم حاجة إحنا ما تخلقناش عشان الشبع إحنا تخلقنا عشان نكون في محل نظر الله إحنا تخلقنا عشان نكون عبيد وسيعطينا الله ما يريد فالذي يريد فوق ما نريد وعشان كده لازم نكون فاهمين بشكل صحيح إن احنا مش موجودين هنا عشان نشبع مش موجودين في الحياة عشان الشبع احنا موجودين في الحياة عشان إيه؟ عشان نعيش في ضيافة الله في ضيافة الله سبحانه وتعالى طيب وضيافة الله فيها إيه؟ فيها نعيم نعيم إيه؟ نعيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين